ما هو المدرسة في هذا الموضوع؟ المدرسة نقول دائما أنه لازم تكون المدرسة حازمة في موضوع الغياب والحزم والخصم أنه لا يستوي الطالب الذي يحضر دائما والذي ما شاء الله جاي على طول يأتي الفصلة ويتعدي السنة كامل منك لا يغيب إلى يوم واحد لظرف قهري والطالب الذي يوم وبين يوم والثاني غائب غالباً أصلاً نعم غالباً الطلاب يقولون بغيب بغيب صح يأتي المحضر هذا يأخذ اسمك وكذا ويقول لك لا تغيب وكذا بس في الأخير كلهم في المواضبة والدرجات كاملة صحيح هل يستوي؟ ما يستوي ما يستوي من الأشياء المهمة جداً أو من دور المدرسة التحفيز لا تساوي الطالب اللي ما يغيب أبد أو يغيب لأعذار قهرية بالطالب اللي يغيب على طول يا أخي سوي لوحة شرف مثلاً أعلق عليها أسماءهم أعطي جوائز عينية يعني الجائزة ما هي بقيمتها المادية هي بقيمتها المعنوية أعطي جوائز اللي يغيبون أعطي نقاط أظن كان في بعض المداد ستفعلون خطوة ووثبة نقاط وبعض البسكوت أو كذا للطلاب اللي ما يغيبون جميل بسكوت أيضاً يعني ونقول إيش الترغيب والترهيب يعني يكون في حزم فعلاً مع الطالب اللي يغيب من غير عذر ويتكرر منه التصرف مرة ومرتين وثلاثة وأيضاً يكون في تحفيز للطالب اللي دائماً حريص على المدرسة وفعلاً تجد منه الحرص تجد أنه إذا غاب في يوم معين يرجع للمعلم يقول ها أنا ما فهمت النقطة هذه ساعدني في النقطة الفلانية طبعاً هالشيء هذا يحسه المعلم ويعني مطلوب أنه فعلاً مكافأة الطالب حارب نعم ويقال للمحسن أحسنت وللمسيء كما يقال للمسيء أسأت كذلك من الأسباب أو أحياناً من المرشد الطلابي من دور المدرسة أو دور المرشد الطلابي تحديداً ملاحظة في الطلاب بعض الطلاب يكون انطوائي ما يحب يدرس مع الطلاب ما هو اجتماعي يعني عنده مشكلة أحياناً تكون مشاكل أمراض يعني تحتاج إلى حل وجلوس مع متخصص يكون طالب انطوائي طيب قعد أسبوع شهر منعز اللي حاله أكيد بعدين بيدور أي عذر عشان يغيب عن المدرسة صحيح وإذا كان انطوائي بالذات فهو لا يحب الاجتماعات المدرسة فيها اجتماع مع الطلاب ومعهم كلها اجتماعات المدرسة فيجب أنه المدرسة يعني المرشد الطلابي أو المعلم عندما يجد طالب دائماً في الفسحة أو في الفصل أو في أي مكان دائماً جالس لوحده فيشوف إش مشكلة الطالب هذا هل فعلاً هو يمكن جديد على المدرسة جديد على الجو ما تقبل الجو يتعرض